ازمة المياه مسلسل لا نهاية لحلقاته تحول فيه العراق من بلد الفائض المائي الى العواز المائي بعد اللجوء الى استخدام الخزين الميت من بحيرة الثرفار تطورات عكسية نتيجة تجاوز نسبة انخفاض الخزين المائي الى 60% عن الاعوام السابقة الوضع المائي وضع حارج وصعب جدا وصل الى امور خطرة جدا بحيث العراق الى اول مرة بدأ باستخدام المخزون الميت يعني نتكلم عن نسبة 0% بدأت بالخزانات اليوم نتحدث عن موجة من الجفاف بدأت تصل الى اسفل بغداد يعني نبدأ من ذناء بالنهار البصرة وموقفها صعب جدا الاهوار العراقية وصلت لحدود 90% من الجفاف تحكم تركيا وايران في مصادر مياه انهار العراق وقلة الانطار الى جانب الكثافة السكانية اسباب محورية ثلاث في زيادة حدة الازمة تلك الازمة التي انعكست على الخطة الزراعية بتخفيض نسبتها الى 75% بالاضافة الى تضرر الثورة الحيوانية اما الحلول وفق وزارة الزراعة فتكمن في مسارين قطاع الزراع اليوم نظرا للجفاف اللي وصل به الى عراق الى مستويات وهذه الاول مرة بالتاريخ وبالتالي اليوم ما انه الا طريق واحد اولا التفاوض مع دول الجوار والحصول على مستحقاتنا المائية هاي اولا ثانيا تأهيل النظام الاروائي بالعراق من اجل تقنية المياه مع توزيع المرشات والطرق الحديثة للفلاحين والمزارعين وتعد مناطق جنوب العراق الاكثر تضررا فانخفاض مناسب المياه ادى الى جفاف الاهوار ونفوق المواشي والاسماك التي تعد مصدر المعيشة لسكان تلك المناطق التي هجرها بعض سكانها مستجدات تتطلب التحرك العاجل وفق مختصين لتفادي حدوث كارثة بيئية مقبلة من العاصمة بغداد بدر الركابي التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر